يعني بعض الاحاديث الصحيحة هل نتكلم على الاحاديث صحيحة تشير الى انه السرافيل سينفخ ثلاثة نفخات في الصور. النفخة الاولى اسمها نفخة الفزع. والنفخة الثانية يموت فيها كل من على او كل من في الدنيا في الحياة في السماوات والارض الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. والنفخة الثالثة اللي هي نفخة البعث يبعث كل من في القبو. هدو شو نسميها ايضا? الصيحة. هل ممكن انه صيحة العذاب تكون من خلال اسرافيل? نقول الله اعلم. ربما اه ربما لا. عشان هيك الصيحة مذكورة في القرآن الكريم ولكن في القرآن الكريم مذكورة على اساس ايش? على اساس انه هي طريقة عذاب او ايش? او احداث اخر زمن. نيجي اخواني لنفخة اسرافيل. النفخات التلاتة تبعت اسرافيل. سواء نفخة الفزع او نفخة الموت او نفخة البعث. تلات نفخات. منقول هذه متى ستحدث? هل ستحدث والمسلمين موجودين في الدنيا? شو منقول? نقول لا. ليش? لان احنا بنعرف حسب ترتيب الاحداث لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بعد شروق الشمس من مغربها. شو بتيجي? بتيجي داب. تسم الناس كلها على خراطيمها. وبعدين شو بتيجي? ريح. هاي الريح شو بتسوي? بتقبض ارواح المؤمنين كلهم. شو بتتم? بتتم شرار الناس. بالزبط. هلا شرار الناس هذول شو بتقوم? عليهم اهوال يوم القيم. فالنفخ في الصور? فين راح يكون? على شرار الناس. ما راح يكون على المسلمين? ولكن سبحانه وتعالى هون لما انتقل في الخطاب انتقل في الخطاب. كان يتكلم عن كل الناس وذكر لنا السبب. اللي بدو يجي فيه الدخان انه ايش? انه فيه من الناس وناس مخصوصين او جماعة ستحاول التلاعب بالقدر واحياء او اماتة الناس وتقول هي المسؤولة. عشان هيك. الدخان لن يتصاحب مع الصيحة اذا قلنا انه الصيحة شو معناها? معناها النفخ في الصور. فالدخان لن يتصاحب مع النفخ في الصور. خلينا نقول كده. طب نيجي ناخد الاحتمال التاني. انه الصيحة شو تكون? طريقة عذاب? طريقة عذاب. ونيجي نسأل انفسنا اخواني. العذاب اللي احنا بنعرفوه طول مسلمين عايشين. هلأ احنا عايشين مضبوط? هلأ من هاي اللحظة بنقرب بعدين راح ييجي هلأ يبين المهدي. بعدين المهدي راح يبين الاور الدجال. بعد الاور الدجال راح يبين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. بعد سيدنا عيسى راح تكون الملحمة الكبرى. بعد الملحمة الكبرى في عنا يأجوج ومأجوج. بعد ما يأجوج ومأجوج سيموت سيدنا عيسى. وستهدم الكعبة وستشرق الشمس من مغربها يا رتبناها كلها. نجي نسأل اين العذاب في هذه المرحلة اللي بتناسب مع كلمة الصيحة. لو افترضنا اخواني. لو افترضنا. انه سيأتي عذاب على بني اسرائيل. انها دخلت الارض المقدسة بطريقة محرمة. هاد العذاب شو راح يكون? بالذبح. شو راح يكون بالذبح? زي ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث اخر الزمان عن الشجر والحجر. لان الشجر والحجر سيتكلم وكلنا بنعرف هذا الحديث. والباقي شو بده يسوي سيدنا موسي سيدنا عيسى راح يخيرهم اما بدخول الاسلام او القتل. هل في صيحة في العذاب? نا في صيحة. عشان هيك في فترة اخر الزمان كلها من وقتنا حتى شروق الشمس من مغربها نا في صيحة. تتوافق مع الدخان. عشان هيك منقول ان الدخان شيء والصيحة شيء اخر. وقلنا الصيحة قد تكون ماضية ولكن استبعد بحسب بنية الايات القرآنية وقد تكون الدخان قادم اشارة لايش? لا الكفر بالقضاء والقضاء.